السلام عليكم ان شاء الله هنعمل تدريب على انواع الوقف احنا طبعا في الدرس الماضي تكلمنا عن تلخيص كامل لانواع الوقف سواء كان الوقف الاضطراري او الوقف الاختياري الوقف الاضطراري انت بيجي لك ضغف النفس انت بيجي لك سعال عطاس اي حاجة انت لا تأخذ على اي موضع بتقف فيه ان شاء الله في الدرس ده هنعمل تدريب على انواع الوقف الاختيار هجيب لك بعض الموضع في القرآن اكتر من موضع وهو اوضح لك فيه الوقف اول حاجة عايزك تاخد بالك منها من ان الوقف علشان تبقى متقن للوقف والابتداء لازم يكون عندك فاهم للمعنى القرآني احنا لما كنا مثلا بنتكلم عن احكام النون الساكنة والتنوين او الميم الساكنة او اللامات السواكن فاقولك ايه ان انت لما تبص كده وتلاقي ده تنوين بالكسر وبعده ميم ميم يعني من حروف ينمو اضغام بغنة فابدي ان انا اقولك كده اقولك ميم ساكنة اها لما تشوف على رأس الحق يبقى فيها اظهار شفوي ده كده ايه انا بقولك قواعد ثابتة عندك انما الوقف والابتداء بيعتمد على المعنى بيعتمد على فهمك للآية فهم المعنى القرآني وده امر بيحتاج من الانسان ان هو دايما يتضرب عليه انه يكون فاهم انه يسمع تفسير للقرآن الكريم انه يعلم معاني القرآن الكريم ركز كده معايا في سورة آله عمران الله تبارك وتعالى يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين انا وقفت تمام قرأت الآية وقفت على نهايتها طيب اللي بعدها بيقول الذين ينفقون ده وصف المين للمتقين يبقى الوقف هنا وقف ايه وقف كافي يعني الوقف على مقطع تم معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسارعوا الى الجنة اللي عرضها السماوات والارض واللي عدت للمتقين التجاهزت للمتقين فوقف على مقطع تم معناه بس لسه متعلق بما بعده في المعنى لسه المعنى متصل في الكلام لا في اللغة خلاص انتهى الكلام وفي المعنى لسه موجود معايا يبقى ده وقف ايه وقف كافي طيب انا عايزك بقى في وسط الآية انا هوضح لك دلوقتي في الوقف الحسن هوضح لك الوقف الكافي لما تقول وسارعوا الى مغفرة وقفت ده نوع الوقف ايه عايزك تقول معايا عايزك تقول معايا عشان تعرف انت اجابتك صريحة ولا يعني انا هقول ده نوع الوقف ايه فاحنا هنقول انا هقول وانت تقول فلما تشوف ان انت كده بدأت تتدرب عليها ده الامر اللي احنا عايزين نوصله في التدريب ده لما اقول وسارعوا الى مغفرة وقفت وقف على مقطع تم معنى ولا لأه يعني احنا بنسارع الى مغفرة ان ربنا سبحانه وتعليه يغفر لنا يبقى وقف على مقطع تم معنى طيب هو متعلق باللي بعده في المعنى وفي اللفظ في الاتنين لسه ما تمش في المعنى ولا في اللفظ يبقى ده تعريف الوقف الايه الحسن وقف على مقطع تم معنى متعلق بما بعده في المعنى وفي اللفظ طيب انا لو وقفت هنا مغفرة ينفع ابتدي وقول من ربكم اداني معنا الابتداء ده اداني معنا لا ما ادانيش معنا فيبقى وقف حسن والابتداء باللي بعد الوقف الحسن ابتداء قبيح ابتداء قبيح ما ادانيش معنا فارجع عامل ايه اول تاني وسارعوا الى مغفرة من ربكم كده وقف ايه لو انت وقفت هنا من ربكم وقف كافي لان وقف على مقطع تم معناه غير متعلق باللي بعده الا في المعنى بس انما لفظا خلاص فينفع ان انا اقول وجنت الارض والسماوات والارض اعدت للمتقين كافي يبقى لو انا وقفت هنا ده حسن وقفت هنا كافي عشان انا بكلمك على معنى على معنى طب لو انت وقفت وقلت وجنت نارضها السماوات والارض اعدت ده نوع الوقف ايه وقف حسن احنا عندنا ثلاث انواع الوقف اللي انا بدربك هالوم دلوقتي الوقف التام انتهى الكلام عن الجنة انتهى الكلام عن قصص الانبياء اللي بين الوقف ده اللي بين الوقف التام من بداية الكلام مثلا عن الجنة لانهايتها ده بيقع عندك بين الوقفين التانيين اللي هو الكافي والحسن اللي انا بدربك有وم دلوقتي لما انا وقفت 여ئك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت هي جنة وعرضها السماوات والأرض أعدت يعني تجهزة وانا وقفت هو وقف على مقطع تام معناه المعنى تام ان الجنة مجهزة ومجهزة بس لسه فيه لسه متعلقة باللي بعدها في المعنى وفي الله هي اجهزت لمين من أهلها ومن أصحابها اللي اجهزت لهم طيب لما انا وقفت هنا أعدت وقفت ينفع أقول للمتقين الابتداء ده مدنش معنى مدنش معنى أرجعوا ليه أعدت للمتقين يبقى هي جهزت لمين للمتقين يبقى أنا كده تمت المعنى وقفت هنا على وقف كافي متعلق باللي بعده لسه في المعنى لا في اللفظ لسه بكلمك عن آية واحدة بكلمك في المعاني وان انت وقفك على الكلمة يفرق وقفك هنا غير هنا وقفك هنا غير ما تم الآية الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ لما أنا وقفت هنا ولكاظمين الغيظ هم الذين ينفقون في السراء والضراء في اليسر وفي العسر ينفقوا في سبيل الله ولكاظمين الغيظ يعني بيقظموا الغيظ يكون عنده غيظ بيقظموا وما بيتعداش على غيره ده الصفات بتاعت من المتقين لما أنا وقفت هنا ده وقف على مقطع تام معنى متعلق لسه باللي بعده في المعنى الدون اللفظ بقى وقف كافي طيب لو أنا رجعت وقلت الذين ينفقون هم المتقين الذين ينفقوا هم بينفقوا وقفت هنا ده وقف على مقطع تام معناه بس لسه متعلق في المعنى وفي اللفظ اللي هو الوقف الحسن هم بينفقوا ايه او بينفقوا ازاي يبقى لسه فيه لسه امر متعلق هينفع اننا وقفت هنا كده واقول وابتدي واقول في السراء والضراء هم ينفع اننا كده لا مدنش معنى يبقى الابتداء بتاعي مدنش ايه مدليش معنى نمى عشان ابتدي صح ارجع اقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ طيب وقفت الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين شفت الفرق بقى في الوقف انا وقفت هنا والكاظمين وقف ايه حسن هو كاظمين صفة من صفته بس بيقظموا ايه لسه متعلق باللي بعده في المعنى وفي الله فهرجعتان واقول والكاظمين الغيظ وممكن ان اكمل اقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كده بقى عندي وقف كافي والله يحب المحسنين وقف كافي متعلق لسه باللي بعده لسه فيه والذين اذا فعلوا فاحش لسه وصف المين للمتقين يبقى عندي الكلام ايه وقف كافي متعلق باللي بعده في المعنى دون اللظر عايزك تركز معاك ده في صورة المعون بسم الله الرحمن الرحيم ارأيت الذي يكذب بالدين الكلام هنا عن مين عن الذي يكذب بالدين اللي هو يوم القيام شكله ايه وصفه ايه فذلك الذي يدعو اليتيم ده وصف من اوصافه انه ما بيحرص على انه يراعي اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كل ده لما انا وقفت هنا وقف ايه كافي لسه متعلق باللي بعد وقف كافي لسه متعلق باللي بعد وقفت هنا ده وقف تام ليه لان كلام انتهى عن مين عن الوصف اللي بيكذب بيوم القيام تم المعنى غير متعلق خلاص الكلام والمعنى انتهى هنا خلاص عن مين عن الذي يكذب بيوم القيام بدأ الكلام فويل للمصلين هنا ده وقفه وقفه كافي مش وقف أقبح من القبيح لأنه جائز الوقف على رؤوس الآيات فالمعنى أيا كان المعنى جائز عندنا الوقف على رؤوس الآيات يبقى هنا الوقف نوعه كافي لسه متعلق باللي بعده عندي جائز أننا نبتدي برأس الآية أنا أقول الذين هم عن صلاتهم ساهون وجائز عندي أننا أقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقفه كافي لسه متعلق الوصف بتاعهم أنهم بيسوا عن الصلاة الحاجة التانية أنهم الذين هم يراءون أنهم بيراءوا في الصلاة بتاعتهم امنعون المعون الوقف هنا في نهاية الصورة وقف تام خلاص الصورة انتهت الكلام انتهى تام عن مين؟ عن الذي يكذب بالدين هنا الكلام انتهى والصورة انتهت ففي الحالة دي يكون عنده وقف ايه؟ وقف تام فالأمر يتعلق بالمعنى أنت تفهم المعنى القرآني احنا بفضل الله تبارك وتعالى عاملين دروس تفسير لجزء عامة وقفين عن صورة التكوير لو انت جيت سمعت مثلا صورة زي صورة الغشية أو صورة الأعلى تفسير بعد ما سمعتها تفسير وجيت تتدرب على الوقف فيها هتلاقي الأمر مختلف تماما عنه لان انت فهمت انت فهمت معاني القرآن الكريم وده الأمر اللي احنا عايزين نوصل له ان انت يكون كل شيء متاح سواء كان تفسير أو كان تجويد علشان تصل في النهاية انت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى وانت فاهم المعنى بتاعه وانت تستمتع بقراءتك للقرآن الكريم وده الأمر اللي احنا عايزين نوصله بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله نتقى على خير في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته